يعني يا بكر الصديق رضي الله عنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تصرفاته وقضائه صلوات ربه وسلامه لا نبالغ في هذا الرجل فنقول إنه نبي لا ليس بنبي ولكنك فيه شرفا ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تعرف لأبي بكر فتوى واحد أخطأ فيها لا تعرف يقول لا ندعي فيه العصمة لكن هذا الواقع وعرف لعمر وعرف لعثمان وعرف لعلي ولغيرهم من بابي أو لا أما ابن بكر لا تعرف له فتوى واحدة أخطأ فيها بل كل ما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم في عهده فكان ينهي المواضيع كما كان ينهيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف ما كانت هذا الرجل